بش نتحدثوا شوي اخر على دور حزب الله واليمن في هذا وفي تعزيز صفوف المقاومة وما احوى جاهده للمقاومة اليوم لتعزيز صفوفها بن جفير يطالب بسحق غزة وزير الامن الاسرائيلي يدعو الى وزير الامن الكيان المحتل يدعو الى احتلال القطاع بلا تنازلات او صفقات الكيان يضرب يضرب بقوة بالنسبة لنتانياهو لم يتحدث عن بايدن تحدث فقط عن بلينكن ويقول اعلمنا بلينكن بان امن غزة سيكون لدى الكيان المحتل ماذا تغير بعد الهدن بايدن ولا صف ثاني والحديث اليوم والتوجوات حتى الاسرائيلية الامريكية اعلن عنها بلينكن مش بايدن اذكرك بما قاله بلينكن اليوم الاول الذي اتا فيه الى اسرائيل وقال انا يهودي هذا هو الصحيح بايدن تفطن ان خسارته كبيرة وغير نوعا ما موقفه واصبح يتكلم عن هدن ويتكلم عن يعني انهاء الحرب واجاد طرق سلمية بينما بينما بلينكن هو حقيقة الممثل الرئيسي للوب السهيوني يعني حقيقة هو الرجل الفعل الآن وموقفه واضح وهو من اعطى اليوم الضوء الاخضر مش حتى تعطى الضوء اخضر عطانا ما يسمى الفرنسوية ما هي الاعمال التي سيقوم بها الجيش الاسرائيلي كأنه اصبح قاعد اركان الجيش الاسرائيلي يعني نوعا ما هو القاعد السياسي لهذا الجيش اذن بلينكن لا تستغر منه لانه يعتبر رجل قوي الآن في الادارة الامريكية وهو ليس على اتفاق تام مع بايدن بل تعديه لانه كما قلت بايدن بدأ الآن يحسب يحسب بصبر الاراء يحسب الانتخابات يحضر نفسه اذن لكن بلينكن ليس له ما يخسر بلينكن راو يعرف ان مهمته ستنتهي مع بايدن مهما كانت الظروف لانه صعب جدا انه رئيس امريكي يعود بنفس الفريق الحكومي اذن هو الآن اصبح الممثل الرئيسي للعباك وللبي صهيوني في اسرائيل اذن لا تستغر من هذا ثم كما قلت لك هناك التحام بين بلينكن ويعني نتنياهو ليش لانه تقريبا نفس الرؤية ونفس الفكر يعني لا يخفي راو بلينكن انه صهيوني لا يخفي انه معناها الهدف من تدخل بلينكن هو صاحب القرار الامريكي نعم تنحى بايدن وبلينكن هو من يقرر اليوم في هذه الحرب في هذه الحرب طبع على مستوى الحرب نعم بالضبط بالضبط هذا بلينكن حين تحدث سيد العميد مش نحكيهم بعد على قوية النخبة في كتائب القسام وعلى كثير كما قلنا فصائل المقاومة على الضفاء الغربية على الامن الفلسطيني والامن اللي انشق طبعا لكن بلينكن أول ما غرد اليوم قال لقد تحدثت مع وزراء خارجية عرب قبل القيام بأي خطوة أين العرب سيد العميد اللهي مع كل أسف نذكر فانا حلقة قتلك الضوء الأخضر جاء من أمريكا ولكنه جاء أيضا من بعض الأنمار العربية مع الأسف نقولها وهذه الهدنة وإذا قلتها أنت في الأوفيش نعطيه كل واحد حقه أنت كانت عند قراءة صحيحة أنه الهدنة هذه يمكن الكسب الوحيد الضائل اللي صار للغرب أنهم نوعا ما هدأوا من طورة جماهير في الغرب يعني تشوفوا في بريطانيا في بلجيكا يعني الجماهير كانت ثائرة والهدنة هذه هفتت نوعا ما من غليان الشعوب الغربية يعني هذه هي الكسب الوحيد لكن كما قلت لك يعني رأوا العالم العربي اليوم في مفترق خطير وخطير جدا هذه الأنظمة العربية التي من تحت الطاولة يعني تؤازر مع الأسف نقولها بكل وجع تؤازر ما تقوم به إسرائيل يعني لا تقولها في العلن هي الآن تتأسف والبلاغات الرسمية نأسفه نأسفه لمعاودة العدوين لكن في الحقيقة أنا متأكد أن بعض هذه الأنظمة يعني تحاول وعد القضية الفلسطينية نصفيها الأمور هذه نشوفه مصالحنا مع إسرائيل ولأنه كما قلت في حلقنا حلقات عندهم عماء الوين يعني هم الآن يظنون أن يعني لما انطبع مع إسرائيل سنكون معناها حلية صفحة جديدة وصفحة اقتصادية وفي الحقيقة راه قلوا يا سيدي كريم راه موجود على الجدول راه إسرائيل عالمها فيه زوز خطوط زرقاء والخطوط الزرقاء هذه تعني بكل بساطة أنها راه بش تعم على العالم العربي كله بما فيهم أنظمة نتعكم راه كان احتلوها عسكريا ويحتلوا الأرض ما كانش بش يحتلوها اقتصاديا هذا يمتأكد منه وأنا أعرفهم وأعرف نواياهم وأعرف عقيدتهم وأعرف أنهم لا يرجعوا عن شيء قرروه هذا يمتأكد منه مراسل الميادين يتحدث توا على رشقة صاروخية كبيرة على مستوطنات الغلاف على الرغم من تحليق الطائرات الحربية وتشغيل منظومة الدفاع الجوي كتائب القسام تتحدث عن ضرب تل أبيب وسفارات الإنذار تدوي في العديد من المدن في الأراضي المحتلة مدام الصواريخ تخرج؟ تبسم توا سيد العميد غزلة بس من اللي بديت ولكم نوتين كل يقولوا شبيس خسيف سيد العميد توا تبسمنا تقريب 15 يوم من تالي قلت لما حسيت اللي فما سوداوية وناس خافتوا وخافوا على المقام قلت لكم مدامه الصواريخ تخرج مدامه غزلة بس إذا راول تعرفش معناها الصاروخ يخرج معناها راول مكان آمن راولي أنا عندي حرية في التحرك وقلت كلمة عسكرية ربما ما عطيتهاش تفسير كمان بغي هي المبادرة راولي يقوم بشيء يفيدوا المبادرة يعني تعرف لما زيوش تحرب ما تسمعش الأعلام شوف يعني ماذا يحدث على الميدان تو تعرف عن شكون المبادرة المبادرة راهي إلى حد الآن فيد المقاومة المبادرة العسكرية هي الآن إلى حد الآن فيد المقاومة مدامه الصواريخ تخرج مدامه غزلة بس مدامه المقاومة بس رغم اللي ثم وجع نقول المناسي الكل على يعني الدم اللي سيل وعلى أطفالنا وعلى نيسانا وعلى شيوخنا وعلى أكثر من 15 ألف اليوم زادوا 110 لكن راهو مفتكة معناها بالقوة لا يسترجع إلا بالدم هذا الدم الطاهر راهو نعاود ونأكد مش بشي مشي هباء راهو هالدم الطاهر هو اللي بشي يجيب الاستقلال هو اللي بشي يجيب الدولة الفلسطينية يزي مننا نتحمله ويزي من ناس كل معناها تحمل الوجع وأنا واحد من الناس لما نشوف الشعب الغزاوي نقول الراه في روحي صغير صغير بكل بالمقارنة مع الشعب يعني بالحق أي شعب هذا نأكد لكم لشعوب من نوع هذا لا تقهر أقرأوا التاريخ أقرأوا التاريخ العسكري هاته الشعوب لا تقهر ولا يمكن قهرها طال زمن أو قصر وهنقول لك حاجة أخرى راه مش كان في غزة راه بش تحرك الجب هاو ساجل علي راه الضفة الغربية بش تحرك وبش تحرك أكثر من غزة هذا كان سؤالي الموالي يا سيد العميد آآ وحنا نتحدث وللأسف من الصباح التورتي في عدد الشهداء إلى مئة وثمانية وسبعين شهيد وخمسة مئة وتسعة وثمانين جرحة نتحدث عن ساعات آآ فقط آآ مئة وثمانية وسبعين شهداء أبرار عندي ربي إن شاء الله والخزي والعار لمن يعتقدون أنهم أحرار آآ سيد العميد آآ قبل ما نحكيه وماشينا لحزب الله وللحوثيين اليمن الحبيب لكن هيت نحكيه على فلسطين على فصائل المقاومة أكثر من 15 فصيل شفنا بداية ظهور لسرايا القدس وفهمنا بأنه سرايا القدس قادة تخدم إيه تخوات ماء بشكل لسيق مع كتائب القسام تحدثنا عن الجهاد وعلى زياد نخالة فتح اليوم بقية الفصائل الضفة الغربية هل ستتحرك؟ هي تحرك أنا قلت بش تتحرك وتحركت وشفت تبدل إطلاق النار في عدة أماكن لكن مع الأسف لأن هذا أخذها مع نحيني غرها لأن الوقت الوقت ما كانش كيفي وقلنا راه المقاومة وفتح تم تتجينها وتحويلها إلى شرطة تعمل إفاة إسرائيل لكن الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر